اشتركوا في القناة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الحق تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال القرطبي رحمه الله في هذا تهديد لمن انتصر بظلم قال شريح سيعلم الظالمون كيف يخلصون من بين يدي الله عز وجل فالظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصرة فنحمد الله تعالى على نصرة عباده ورد المعتدين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وبعد فإننا نبارك لجميع الشرافاء الخيرين هذا النصر المؤذر وإزاحة جحافل العدوان عن العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها كما نهنئ النازحين والمهجرين بالعودة إلى منازلهم رغم الدمار الذي أصاب أكثرها ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من قضوا من قضوا منا نحبهم في الدفاع عن الأعراض والأنفس والديانة وأن يجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يتجاوز عنهم ما أسلفوا وأن يجزيهم عن أهل هذه البلد خير الجزاء وأن يحفظ المرابطين على الثغور من جيشنا الوطني الباسل بحكومة الوفاق الوطني والقوات المساندة لهم ويوفقهم لكل ما فيه خير وصلاح للبلاد والعباد أيها الإخوة إن هذه الحرب الضروس الغاشمة التي عصفت بالعاصمة وما جاورها علمت العالم وأكدت للشعب الليبي دروسا عظيمة في الإيمان والعقيدة وفي كل جانب من جوانب الحياة ومنها أن الله ناصر عباده المظلومين ولو بعد حين ويستجيب لمن ناجاه في جوف الليل شاكيا إليه تهجيره ومعاناته وألمه ومنها أن الله لا ينصر خارجيا مارقا لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة ويأبى إلا أن يصل إلى كرسي الحكم ولو على جثة جميع الليبيين الموحدين كما فعل مجرم الحرب حفتر ومنها أيضا أن كل ما قالوا ورفعوا من شعارات زائفة تبريرا لهذه الحرب الآثمة على العاصمة إنما هو مطية إلى الحكم والتسلط لا أكثر فلما تقهقر المجرمون وتراجعوا في محاور القتال زرعوا الألغام الفتاك في بيوت الآمنين وألعاب أطفالهم وخزائن ملابسهم ليفتكوا بالمدنيين ويبيد أكثر عدد منهم ومن أطفالهم ونسائهم وما كان هذا يوما شأنا يتصف به من أراد بالناس خيرا أو خلاصا كما زعم المفترون بل لا يفعل ذلك من كان يحمل صيفات الرجولة وأخلاق الإسلام الحقة ومن هذه الدروس المستفادة من الحرب على العاصمة أيضا أن معادن الناس وحقيقتهم لا تظهر أيام الرخاء بل تتكشف أيام الإبتلاء والشدة وعليه عرفنا في بلادنا خلال هذه الحرب خطر وحجم رويبضات الإفتاء العشوائي الذين ضلوا وأضلوا كثيرا وأغرقوا البلاد في حمامات الدماء كما هو حال حاملي لواء الخوارج ومنظري البغاة طارد درمان وحمد بودويرة وغيرهم ممن تجاسروا فوقفوا على البنابر وكذبوا الحقائق التي كانوا يرونها رأي العين وكذبوا بإسم الدين وعلماء الشريعة وغرروا بالشباب وشرعنوا سفك دماء أهل المنطقة الغربية ودمروا بيوتهم حتى فضح الله كيدهم على رؤوس الأشهاد ومنها أيضا أن الشعب الليبي شعب صبور مفضال حاول دفع البلاء والصبر عليه بأقصى ما لديه حتى أذن الله له بالفرج وأخيرا أوصي جميع الليبيين في المناطق المحررة من براتن الظالمين بالآتي أولا أن يتقوا الله فيصلحوا ذاتهم ويصلحوا ذات بينهم فإن البلاد خسرت ما فيه الكفاية وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ثانيا أن يحكموا شريعة الله عز وجل بينهم وأن لا يحيوا الفوضى التي زرعها مجرم الحرب حفتر وزبانيته من قتل عشوائي وسطو واستباحة للحرمات والقضاء في بلادنا كفيل بإنصاف المظلومين بإذن الله والله عز وجل من ورائهم محيط وسيشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ثالثا أنبه الجميع أن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتشرف بالاقتداء بحفتر ولا بمحمود الورفلي ولا بالمسماري ولا بغيرهم وبالتالي فالله الله في عباد الله ولا تمثلوا بميت مثلهم ولا تعتدوا على عرض محصنة بالقدف أو الفجور كما فعل قادتهم وفجارهم ولا تنهبوا مبتلكات المسلمين والتفوا جميعا حول ولاة الأمر على الحق وكونوا يدا واحدة فإن نصرة الحق وإقامة العدل من أعظم أسباب ديمومة الرخاء والأمن رابعا كما أكدنا مرارا في بياناتنا السابقة أذكر أهل العلم والخطباء والوعاد والحكماء والأعيان بواجبهم خلال هذه المرحلة العسيرة من صدع بالحق ونصرة له ودفع للشبهات والأخذ على يد الظلمة وتوعية العامة فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته خامسا أوجه ندائي إلى أهلنا في مدينة ترهونة الذين عانوا لسنين من جباروت مجرمي الكاني ومقاتليهم وتحملوا كثيرا حماقات المدعو الفاندي الذي شوه الواجهة الاجتماعية للمدينة العريقة المجاهدة أصيهم بأن يتقوا الله وأن يستبشروا خيرا بتحرير مدينتهم ممن جثى على قلوبهم وأصيهم كذلك بأن يقفوا مع الحكومة الشرعية صفا واحدا لمنع عودة مثل هذه الحقبة السوداء التي مرت بهم وأن يعلموا أن مستقبلهم لا يمكن أن توجهه عصابات جهوية إجرامية فصلت المدينة عن مدن الجوار وأورثتها عداوة ودماء على الرغم من إن تلك العصابات تبعد عن المدينة مئات الكيلو مترات وههم اليوم يفرون ويتركون أذنابهم الإجرامية يلقون مصيرهم المحتوم وأخيرا وجه نداي إلى المنطقة الشرقية بمختلف مكوناتها ماذا جنيتم من دعم هذا الإجرام وزرع الفتنة وإنزال المعاناة بأهلكم في العاصمة طرابلس أما كفاكم نصرة للظالمين أما كفاكم ما فقدتم من فلذات أكبادكم أما كفاكم ترميلا لنسائكم وتيتيما لأحفادكم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فهذا الذي اعتاد البلطجة والسفها لا يمكن لا يمكن أن تبنى معه دولة تنافس الدول المزدهرة وقد رأيتم من هؤلاء أكثر مما رأينا وسمعنا وقد علمتم الأطماع الحقيقية وراء تضيع أبنائكم فلم تكن لإعلاء كلمة لا إله إلا الله ولم تكن لحرب الخوارج ولم تكن لحماية الأوطان والأعراض كما يدعي فما كانت إلا حربا ضروصا على السلطة ولتفويض مشير الخراب والدمار والدماء والحمد لله أن سمعنا منه ذلك قبل أن يدحر منبوذا وهو وجنده خارج مدينة طرابلس وترهون كما أخاطب أنصار النظام السابق الذين اختاروا الجفاء وعدم الاندماج بالوطن وحلته الجميلة وانضم كثير منهم إلى قيادة الإجرام في الرجمة في هجومهم على العاصمة ثم ترنه عن صفوفها أقول لهم إن قطيعتكم المستمرة وجفاءكم المستديم وبعدكم عن دينكم ثم وطنكم وعدائكم المتكرر لمن فيه ولزومكم أطلال الماضي لا جدوى منه لكم ولا مبرر له في الدين ولا الدنيا بل ولا نفع مستقبلي يرجى منه لا لكم ولا لأبنائكم الذين قاسوا مرارة الغربة وتطاول عليهم كل معتوه خارج البلاد فاتقوا الله في من وراءكم وتصالحوا مع وطنكم وأهلكم فإنا ساعة بين الأهل على تراب الأوطان أشرح للقلب من سنوات خارجه ولو كانت النفس تتقلب في نعيم الغير أزمانا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وله الأمر من قبل ومن بعد وهو ولي الصالحين والحمد لله رب العالمين